عايزين الأجازة تبقى حلوة كده ونقول فيها الإرشادات اللي مفروض اللي هو يتبعها كل أفراد الأسرة من غير ما ندايق عليهم لكن برضو بنتفادى أي خطورة موجودة احنا مبدايا بنتمنى لكل شعب مصر اللي هم يقضوا صيف سعيد بدون فقد أي حد من الأحباء ويعني أهليهم احنا رقم واحد زي ما حد رقم قلته اللي احنا لازم نتبع تعليمات حارس الحياة اللي هو المنقز المنقز دايما بيبقى خايف على كل الموجودين في الشاطئ وانت كولية أمر أو شباب راحين تتفسحوا وتنزلوا المية لازم تتبعوا جميع الإرشادات اللي بيقولها المنقز احنا عندنا رقم واحد المنقز بيبقى فيه حتة اسمها منطقة الأمان حضرتك بتعوم فيها ما تحويش تخطى يعني لو فيه وير أو فيشها منظورة موجودة بيقول لك ما تعدش المكان ده اللي هو خط البراميل زي ما نقول أنت ما نفعش أن حضرتك أنت تعديها ده رقم واحد رقم اتنين لو أنت كرب أسرة ورايح تصيف أنت أولادك ما نفعش عينك تغفل عن أولادك أيا كان حتى لو سابهم في منطقة أو عشاط أو غيره اللي أنت تتنزه أو تقوم وتروح وتيجي وساب الأولاد دي بتبعا مشكلة جبيرة خاصة أنهوا أطفال زغيرين وهم مش قادرين يوموا رقم ثلاثة برضو ما نديش الأمان قوي للطوق اللي إحنا بنلبس الطوق والأولاد في المية وأنا معاهم وأعرفش عهوم ممكن الطيار يبدأ أو الرياح تبدأ تخدني جوه ودي مشكلة بتبقى أكبر بكتير زي ما حضرتكم اتفطلت وقلتوا على موضوع الراية ده مهم أول نشوف ونتتابع لو الراية اللي موجودة لونها أحمر في بعض الشواطب بلونها أسود في بعض الشواطب تانين أنا ما نفعش إطلاقا أنزل المياه الأحمر والأسود ما ينفعش أنزل المياه إحنا بدأنا الألوان الموجودة زي إشارة المرور عشان جميع الشعب ما ينفعش لو أول حاجة لو اللون أغضر أنا أقدر أنزل المياه بسلامة ما فيش أي مشكلة لو اللون أصور فيه خطر في المياه بس ممكن أنزل بس محترس في المياه وما ينفعش ساعتها أنزغ لما يكون معايا حد بيعرف يعوم لو الإشارة حمراء أنا ما ينفعش إطلاقا أنزل المياه عشان الموجودة عالية أو فيه طيارات سحب عالية ما الأسود إيه؟ الأسود ما كان الأحمر فيه شواطئ بيخطو الأسود بالزبط كده بدل الأحمر ولكن بدأنا إحنا كالتحاد ده مصري الغسوة والإنقاذ اللي إحنا نعمم الإشارات المتواجدة طيب خط البراميل بيبقى متفاوت من شط الآخر يعني فيه خطوط بيبقى بعيد جدا وفيه خطوط بيبقى قريب على أي أساس بتحدد؟ على أي أساس مين بيرسمه؟ هل فيه لجنة معينة؟ وبعده بيبقى الخطر عمل إزاي؟ سأقول إن ده بتفرق ما بين شاطئ والتاني وفقا ليه عمق الميا نفسها يعني ده بيتيجي بعد ما بيجي المنكس بينزل الميا والسادة الخبراء اللي موجودين في الشاطئ وينزلوا يبدأوا يعملوا عمية سكان في الميا وبشوفوا الطول لغاية فين وبدأ بيعملوا منطقة الأمان اللي الأولاد هينزلوا فيها الميا لأن بعدها لو حضرتك تعدتها ده ممكن بيقول عمق بفيه غريق ما يقدرش اللي هو يزبح فيها طبعا كده بيحصل حالة الغرة وطبعا بنعمل نفسنا منطقة أمان يعني بنسيب نفسنا مش قال لو إحنا في بحر مش قال مثلا من 10-15 متر علشان لو حد زي ما حالك قلت كده يقولك لو شايف نفسه شوية يقدر اللي هو يعدي الخط البراميل أو الخطوط الموجودة عشان يعوم ده ممكن برضو يحصل له مشكلة طيب